سمعنا عن هذه القصة كثيرا من إسرائيل اجتماعات سرية تجهيزات وكذا لسنوات طوال في حقيقة الأمر بعض المواطنين العرب وحتى قد يكونوا من الغرب لم يعودوا يقتنعوا بمسألة أن إسرائيل تضرب المفاعلات النووية لماذا الآن تعتبر الأمور جدية مقارنة بأي سنة من السنوات التي سمعنا فيها مثل هذه التهديدات من إسرائيل وعندما تقول الوكالة العالمية للطاقة الضرية بأن إيران وصلت إلى تخصيب اليورانيوم بدرجة 84% فهذا يعني أنها أصبحت قريبة جدا من تخصيب اليورانيوم إلى 90% هذا يعني أنها إذا وصلت إلى 90% فبإمكانها أن تنتج القنبلة النووية هناك احتمال بأن إيران لم تصل إلى تخصيب اليورانيوم إلى 84% ولكن آثار اليورانيوم التي هي في الأنابيب المرتبطة بالمفاعل النووية قد تكون جمعت يعني من اليورانيوم بحيث وصل إلى 84% بدون ما أن تكون خصبت اليورانيوم إلى 84% ولكن في جميع هذه الأحوال طالما أنها تقترب إلى 90% هذا يعني بأن هناك خطر كبير على إسرائيل أولا إيران أو إسرائيل تعتبر بأن إيران تهدد مصير إسرائيل يعني existential threat فهذا يعني بأن إسرائيل عليها أن تقوم بعمل عسكري لضرب هذه المفاعل وإلا الزعماء المسؤولين الإيرانيين تقريبا كل يوم يقولون بأننا سوف ندمر إسرائيل سوف نلقي إسرائيل في البحر سوف نمحي إسرائيل من الخارطة إذن هناك خطر وجودي على إسرائيل وإسرائيل تعمل على ردع هذا الخطر في جميع الأحوال العسكرية الممكنة هل تعتقد بأن إدارة بايدن ستقف مع مثل هذا العمل الخطير إن أقدمت عليه إسرائيل؟ والولايات المتحدة في الوقت الحاضر كما تعلم مرتبطة بمسألة الحرب الأوكرانية وقد صرفت إلى الآن بحدود 54 مليار دولار على هذه الحرب ولا تريد أن يتأثر أو يتأثر الوضع في أوكرانيا بحيث أن روسيا تستفيد من الوضع لذلك تعتبر الولايات المتحدة أن أي حرب في الشرق الأوسط سوف يعقد هذه الأمور وبأنه في النتيجة إذا ما قامت إسرائيل بعامل عسكري ضد إيران فهذا قد يضع أمريكا كمان تشترك في هذه الحرب لأن أمريكا هي حليفة لإسرائيل وإذا وجدت بأن إسرائيل ليس بإمكانها أو ليس لديها القدرات العسكرية للقضاء على هذه المفاعل فإن الولايات المتحدة تجد نفسها مضطرة إلى الاشتراك في هذا الحرب على الرغم من أنها لا ترغب في ذلك لذلك تجد بأن إسرائيل تحاول أن تعلن للعلن بأن الوضع خطير جدا هذا الرئيس بايدن يدرك ذلك جيدا والرئيس بايدن صرح بأن الولايات المتحدة سوف تساعد إسرائيل فيما إذا قامت بعمل عسكري إذن الوضع معقد جدا بالنسبة للولايات المتحدة اشتركوا في القناة